وبمناسبة سقوط غرناطة لم يكن مؤمن لمن المسلمين فحسب آثر سقوط غرناطة كان على عالم أجمع غرناطة هذه المدينة وتحوصرت بعد أن توزعت منها جميع المدن تابعة لها وقطع عنها البحر كانت درع للمسلمين وللعالم أجمع ذلك أنه بسقوطها انسابت الأساطير البحرية الأسبانية والبرتغالية مكتشفة ومستعمرة للعالم جهة قارة أمريكا وآسيا بل واصلوا حتى إلى سواحل الخليج العربي والبحر الأحمر ونستذكر القائد الكريم مقرد بن زامل أمير الأحساء رحمه الله الذي قتل وسشد مدافعا عن الأحساء في ذلك الزمن وقتله سطور بحري برتغالي يقوده القائد كوريا بالمناسبة يعني بعد أن استشد هذا القائد العظيم والأمير مقرد بن زامل رحمه الله انتزع رأسه ورسمت على شكل درع وشعار نبالة موجودة حتى الآن صورة لهذه الرسومات التي توثق مقتل هذا القائد الشجاع والقائد العظيم رحمه الله فلو كان يعلم من كان في أمريكا ومن كان في جزر آسيا جهات فلبين وما حولها ومن كان في جزيرة عربية عن أثر سقوط غرناطة لسيروا له الجيوش والأساطيل مدافعين عنها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا